إنك إنساً لما تدفن تبقى في بيك اللحظة لوحدك عندك خوف من اللي عملته راجعت نفسك هذه اللحظات ما حد يكون فيها معاك إلا أنت وقائع غريبة ولحظات نادرة الحدوث ولمسات غير متوقعة بالمرة شهدت عليها حياة الفنانة الخليجية الشهيرة فاشتكت والدتها في المحاكم ودفنت حية بشكل مفاجئ فما هي القصة؟ حقائق صادمة كشفتها فنانة خليجية شهيرة عن نفسها فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت من إثارة الجدل بتصريحاتها الغامضة وأفعالها غير المنطقية لكن ما أخفته في حياتها كان أعظم فما الذي يجعل أسرة عاقلة هادئة لديها من رفاهية الحياة الكثير أن تصمت على دفن ابنتهم حية دون رحمة واقعة مثيرة اقتلعت الرحمة من قلبها فهاجمت والدها بشكل غير متوقع أمام القضاء لكن المدهش في الأمر أن حيثيات الدعوة التي رفعتها أمام المحكمة لم تشر فيها بأي حال من الأحوال إلى قصة دفنها حية بل لجأت إلى تفسير غريب وغير منطقي حكم على دعوتها القضائية بالرفض قبل رفعها الفنانة شمس الكويتي المثيرة للجدل أينما حلت والبارعة في توجيه العيون على أفعالها المفاجئة والمعدة بحرفية عالية في الوقت ذاته جعلها منتظرة دائما في تفضيلات رواد منصات التواصل الاجتماعي ومع كشفها لحقائقها المباغتة للجمهور تبين أن مسألة دفنها حية لم تكن عن طريق عائلتها وربما لم يعلم أحد بها من قبل حيث كانت ترغب في تجربة شيء فريد من نوعيه وتعود للحياة ثانية وأشارت إلى تلك الواقعة الفريدة في لقائها مع الإعلامية المصرية بسم وهبة قائلة كنت أريد أن أدفن الغرور داخلي وأن أجرب فكرة الرحيل وما هو شعور أن أكون وحيدة ليس معي أحد واستطردت أكثر أنها كانت على البحر في ذلك الوقت وطلبت من عامل حفر حفرة عميقة مكثت فيها أكثر من عشرين دقيقة كاملة في البداية لم يكن وجهها مغطى بالرمال لكنها لم تشعر بشيء ولكي تكمل التجربة بشكل أكثر واقعي قررت أن تغطي وجهها بالرمال لدقائق عدة مشيرة إلى أن أكثر ذنب شعرت به كان إهمالها لوالدتها خلال فترات سفرها الكثيرة وأما عن مسألة مقاضاتها لوالدتها أمام المحكمة فباغتت الفنانة شمس جمهورها عبر سنابشات بضرورة البحث عن محام متمكن حتى يرفع لها دعوة على والدها دون خلاف سابق بينهما واستندت الفنانة الكويتية في دعوتها القضائية ضد والدتها إلى أنها لم تستشار في مسألة ولادتها من عدمها وبما أن والدها هو المسؤول الأول عن الأسرة فكان عليها أخذ رأي أولاً قبل ولادتها لكنها لم تهتدي إلى ذلك الحق قبل وفاته وبما أنه توفي فعليه أن تقوم برفع الدعوة على والدتها بدلاً عنه حتى تتمكن من أخذ حقها لأنها كانت تفضل أن يتم سؤالها أولاً أمر غريب وغير منطقي بالمرة لجأت إليها شمس الكويتية لكنه كعادتها تحاول بمثل هذه المواقف أن تثير الجدل وتصنع الحدث ودائماً ما تفضل الحديث عن أزماتها الشخصية أمام جماهير المتابعين برأيكم لماذا تلجأ الفنانة الكويتية شمس لمثل هذه الأفعال الغامضة والخارجة عن المألوف؟